بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير رسله وأعز أنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله وعنهم الرجل وطهرهم تطهيرا السلام عليكم مشاهدين الكرام أينما كنتم رحمة الله وبركاته حديثنا معكم اليوم لا يزال عما ورد بحق أمير المؤمنين عليه السلام أو فسر به من سورة الفتح وقد وصلنا إلى الآية 25 التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما تزيلوا معناها تميزوا الكلام هنا قبل أن نتحدث عن خصوصية هذه الآية نجد أن هذه الآية هي فقرة أو هذه العبارة هي فقرة من آية فقرة من آية يسبقها فقرة أخرى ماذا تقول الفقرة الأخرى لنفهم سياق الآية ولنصل إلى ما نريد الحديث عنه سياق الآية ما سبقها يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فيصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ثم وصلنا إلى الفقرة لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم الآية في سياق الحديث عن حالة من المراحل التي عاشها المؤمنون والتي يمكن أن يعيشوها في محطات مختلفة عندما يكونوا مع غيرهم في مكان واحد في بيئة واحدة في مجتمع واحد فعندما يكون هناك اختلاط بين المؤمنين وغيرهم فمعنى ذلك هناك أحكام خاصة ومن ذلك ما يلحظه البارع عز وجل بحيث أنه قال لو تزيلوا لو أن المؤمنين انفصلوا في حياتهم وفي أماكن تواجدهم سواء في تلك المرحلة أو غيرها عن غيرهم انفصالا تاما لحق العذاب على أولئك الكافرين وغيرهم ممن هم على شاكلتهم نتيجة انفصال المؤمنين عنهم لماذا؟ لأن الله تعالى قد يحمي أمة قد يحمي جماعة برجل واحد والحديث معروف لولا بهائم رتاوى إلى آخر الحديث فالله سبحانه وتعالى قد يحمي جماعة كثيرة بسبب وجود إنسان معين الآية هنا تتحدث أنه لو امتازة أو بالأحرى لو ميز المؤمنون عن غيرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هذا في السياق العام الفهم العام لهذه الآية التي أشرنا إليه ما علاقتها بعلي عليه السلام دور علي في الآية ما هو نذهب وإياكم إلى تفسير فراط الكوف في صفحة 422 عندنا حديث يذكره في سنده عن محمد بن عبد الله بن مهران يقول الراوي راوي الحديث أردت زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام مع أبي عبد الله أبي عبد الله مين الصادق هنا نتوقف أبو عبد الله الصادق عليه السلام هو أمام المعصوم هو الإمام السادس من أئمة الهدى عليه السلام يعني الإمام الصادق عليه السلام يتوجه لزيارة إمام المعصوم وهو الإمام الحسين عليه السلام فإذا كان الإمام المعصوم يتوجه في تلك الأزمنة رغم التضييق والتجديد لزيارة الحسين عليه السلام فمعنى ذلك أن زيارة الحسين عليه السلام كم لها من موقعية ومن مكانة الإمام الصادق عليه السلام في أهمية زيارة الحسين عليه السلام وأعتقد هذا الحديث كان له أثر في مرحلة ما في حياة الإمام الصادق عليه السلام يسأله أحدهم يقول يا ابن رسول الله لقد حججت تسعة عشر مرة والحديث سبق وذكرته أكثر من مناسبة وهذه السنة إني محتار في أمر ماذا أفعل هل أذهب لزيارة الحسين أم أذهب لحج بيت الله الحرام تبسم الإمام الصادق عليه السلام قال يمكنك أن تذهب لتؤدي الحج للمرة العشرين لتنالى في ذلك ثواب زيارة واحدة من زيارة الحسين عليه السلام هنا الإمام المعصوم هو يذهب بنفسه لزيارة الحسين عليه السلام وعندما يذهب المعصوم عليه السلام ماذا يقول يردد العبارات التي وردت في الزيارة التي نقول فيها للحسين عليه السلام السلام عليك يا وارث آدم وارث نوح وارث إبراهيم إلى آخر الأحد المهم في الحديث يقول هذا الراوي ذهبت لزيارة الحسين عليه السلام مع أبي عبد الله صادق عليه السلام فلما صرنا في الطريق ونحن في طريقنا إلى كربلاء لزيارة الحسين عليه السلام إذ شيخ قد عارضني عليه ثياب حسان ونحن نسير شيخ رجل يعني المقصود الرجل الكبير عليه ثياب حسان جميلة وجه كلامه لي عارضني يعني التفت إلي ولم يوجه كلامه للإمام الصادق عليه السلام فقال لي لما لم يقاتل أمير المؤمنين فلانا وفلانا حقيقة يعني هذا السؤال وكيفية هذا السؤال وما يطرح من هذا الكلام يأخذنا للحديث بعيدا حول كثير من الأمور التي عاشها السابقون ونعيشها في زماننا البعض البعض يضع نفسه ميزانا وفهمه ميزانا بماذا؟ بالأمور الشرعية والعقائدية والفكرية يضع ما يفكر به ميزانا ليقيس الأمور عليه ويبدأ بطرح التساؤلات والإشكالات لماذا شرع الله كذا؟ لماذا خلق الله كذا؟ هذا ليس منكرا لوجود الله ليس منكرا للأنبياء ليس منكرا للتشريع ولكن ترى يطرح مثل تلك التساؤلات من باب أنه ألم يكن من الأفضل أن يشرع الله كذا وكذا وكذا؟ ألم يكن من الأفضل أن يكون التشريع بالموضوع الاجتماعي كذا وكذا وكذا؟ وهكذا كثيرون من الناس نجدهم في واقع حياتهم في منهجية تفكيرهم في طرحهم للتساؤلات التي لا يكون المقصود منها التعرف بقدر ما يكون منها بيان ما يفكر به يضع نفسه ميزانا ويتغافل عن مسألة أساسية لا بد من أن يلتفت إليها كل منصف هي أن يرى موقعية نفسه واختصاصه تجاه الموضوع الذي يطرحه يعني الآن مثلا عندما نجد في واقع حياتنا إنسانا يذهب إلى مختص في صيانة السيارات في صيانة الأبنية لمهندس لطبيب لدكتور لصاحب اختصاص مهما كان يقول له حاجتي كذا أريد كذا هل نرى يعطيه نظريات وأفكار تتعلق باختصاصه أم يبين ما يريده بينما نجد فردا من الأفراد ليس له مجال تخصص إلا في عمل ما وإذ به بهذه الأمور التي تحتاج إلى اختصاصات دقيقة وعميقة تحدث عنها القرآن الكريم لأناس معينين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم يصبح كل واحد منهم مثل ما يقال عندنا باللغة العمية بيعرف كلمتين أو أرى كتابه نص أصبح هو ميزان يريد أن يوجه ويطرح النظريات ويطرح الأفكار ولماذا 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 هذه إشكالية من الإشكاليات التي نجدها في واقع حياتنا وفي نفس الوقت في نفس الوقت أذكر يعني الحديث استطرادا أذكر قصة حصلت حديث حصل بيني وبين أحد الشعراء المشهورين اللي انتقل إلى رحمة الله قريبا معروف مظفر النواب الشاعر العراقي المشهور مظفر النواب الذي كان يشد بشعره وقصائده الكثيرين خلال فترة السبعينيات وما تلاها من سنوات التقيت به في أحدى المناسبات وأذكر تماما في حرم الإمام الرضا عليه السلام من حوالي ممكن أربعين سنة فصار في حديث بيني وبينه وهو له مكانته وكنت ممن يحفظ بعض قصائده ولكن أوردت بعض الإشكالات التي لها بعد عقائدي على شعره منه هو شاعر شاعر يلهب الأحاسيس والمشاعر بغض النظر عن مسلكياتي وخصوصياتي هنا وهناك فقلت له لك قصيدة تقول فيها من ضمن فقراتها أنا مع المسيح المجد في فوق الصليب إلى آخره ثم تقول مع محمد شرط الدخول إلى مكة بالسلاح مع علي بغير شروط كيف المعادلة عندك حصلت عندما تقول أنك أنت أنك تنتمي إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكن تشترط أن يدخل إلى مكة بالسلاح ومع علي بغير شروط هل أن علي عليه السلام عندك ضمن موازينك هو أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم كيف تفسر لنا ذلك تبسم وأخذ لحظات قبل أن يجيب قلت له ماذا تقصد قال أقصد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما انتصر على مشركي قريش ودخل مكة فاتحا منتصرا ماذا فعل تعامل معهم بسماحة وطيبة وإخلاق وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء أطلق صراحهم وهؤلاء كانوا سببا للفتن التي حصلت في الأمة فيما بعد وأدت إلى مقتل علي ومقتل الحسين وغير ذلك فلو أنه أترك الأمر دون ذلك وكان يتصرف كما أن علي عليه السلام كان يبطش بهم في بدر وغيرها ألم نكن لنرتاح هذه كانت إشكالية من مثل هذا الشاعر المشهور الإشكالية أين لأنه يتعاطى مع مثل تلك القضايا بمقدار فهمه وإدراكه وعدم كونه مختصا بهذا الجانب ينظر إلى الأمور بمنظار ثوري كما يقال ويعرى أن المسألة هي عملية قتل وتدمير وغير ذلك وهي التي تحقق الأغراض المسألة ليست من هذا القياس الميزان ليس ذلك الإنسان الذي يريد أن يضع نفسه بموقع ما لا بد من أن يلتفت إلى المورد الذي يريد أن يوجه حوله النقد هنا نقول نجد في هذا الكلام الذي جاء قال لما لم يقاتل أمير المؤمنين فلانا فلانا قد يكون كلامه للاستفسار وقد يكون من باب أنه من ضمن هؤلاء الذين يقعون في مثل هذه الإشكالية هنا ماذا نجد الإمام الصادق عليه السلام هو الذي تصدى للإجابة لم يترك هذا الراوي ابن مهران هو الذي يجيب الذي وجه إليه السؤال لماذا لماذا تصدى الإمام للإجابة لأنه يريد أن يبين أمرا لابد من أن يؤخذ بعين الاعتبار لدى السائل والسامع وهو من يمكن أن يعطي الإجابة قال له الإمام الصادق عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه السلام لمكان آية من كتاب الله قال له وما هي هذه الآية قال قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما طيب علاقة عليه بالموضوع ما هي قال الإمام الصادق هنا يبين الخصوصية قال كان أمير المؤمنين عليه السلام قد علم أن في أصلاب المنافقين قوما من المؤمنين هؤلاء الذين كانوا مارسوا الانحراف وكانوا من المنافقين هناك أناس من أصلابهم سيكونوا من المؤمنين فعند ذلك لم يقتلهم لم يقتلهم لماذا لكي يخرج من أصلابهم أولئك الذين سيكونوا من المؤمنين فلم يقتلهم ولم يستسبهم وقصته معروفة عليه السلام في ليلة الهرير ليلة الهرير إحدى الليالي التي تواصل فيها القتال مع جيش معايا في معركة صفين الليل والنهار الجيشان ملتحمان مالك الأشتر وكان ساعدا لأمير المؤمنين عليه السلام في تلك الليلة قال لأمير المؤمنين لقد قتلت بعدد من قتلت أنت في هذه الليلة قتلت خمسمائة شخص وأنا قتلت مثلك قال له وكيف ذلك قال لأنني كنت أسمعك عندما تقتل واحدا تكبر وكنت عندما تكبر أنت أقتل شخصا فأنا قتلت في هذه الليلة بعدد من قتلت أنت الإمام علي عليه السلام ماذا أجابه قال صحيح من ناحية العدد قتلت بعدد من قتلت أنا ولكن هناك فارق تعرف ما هو يا مالك ما هو يا أمير المؤمنين هنا يبرز علي عليه السلام جانبا من العلم الذي علمه إياه رسول الله بالحديث المجمع عليه عند كل المسلمين علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب قال إنني كنت أختار من أقتل أنت كنت تقتل أي شخص يقع بالقرب من سيفك تناله يدك أليس كذلك قال نعم قال أنا لا لم أكن أقتل أي شخص على الإطلاق كنت أميز أميز بينهم أختار من أقتل من الذي أقتله لا أقتل إلا شخصا لا يخرج من ولده من صلبه مؤمن أبدا هنا تظهر عظمت ما يملكه علي عليه السلام واستدل الإمام الصادق لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما راوي الحديث يقول وإذ بعد أن جاب الإمام الصادق عليه السلام بهذا الجواب التفت لم أرى أحدا من هو هذا الشخص الذي كان على هيئة شيخ ووجه هذا السؤال ليس واضح ما هي الحكمة من ذلك لماذا هل كان يريد أن يشكك هذا الشخص المرافق للإمام والإمام أجاب لا نعرف الحقيقة تفاصيل ذلك هذه واحدة مما يرتبط بأمير المؤمنين عليه السلام يبقى عندنا آية أخرى نتحدث عنها بعد الفاصل فانتظرون المرح poquito اللحاج تفاصيل البحث من 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 مبلغ عن مقام الآل من صدق جد السلالة إذ من سرهم بثق هم الهدات لغير الخير ما سلك في كل عصر لنا من سرهم عبق أهل النبي وأهل الله أخلصهم بالمكرمات فعز الغصن والورق لله عاشوا وحب الله قد قصدوا ويشهد الليل والأسحار والغسق بلغ عدوا سعى في كرههم تعسا قد كان قبلك من في قلبه الحرق من يكره الآل لم ينعم بمنزلة عند الإله وقد تاهت به الطرق لكنه البحر ما ضرته غاشية من حارب المحر يطوي عمره الغرق صلى الإله وعلى من منه أنجمهم هم النجوم وطاه الكون والأفق هم النجوم وطاه الكون والأفق تحية طيبة عزاء المشاهدين نعود إليكم بعد هذا الفاصل وصل بنا الكلام إلى الآية الأخيرة التي نتحدث عنها من سورة الفتح ولها علاقة بعلينا عليه السلام الآية 29 التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة علاقة هذه الآية بعلينا عليه السلام ما هي؟ الجواب نجده في شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحاكم الحسكاني في الجزء الثاني صفحة 252 ينقل حديثاً عن سعيد بن جبير الصحابي الجليل عن ابن عباس سعيد بن جبير تعرفون سبقوا تحدثنا عنه عن مكانة سعيد بن جبير من التابعين الذين كان آخر من قتلهم الحجاج بن يوسف الثقاف ينقل سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال سأل قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا فيمن نزلت هذه الآية يا نبي الله ابن عباس ينقل الحديث عن رسول الله ليه سعيد بن جبير هنا تعالى ونسمع إلى الجواب نستمع إلى الجواب يقول جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان يوم القيامة عقد لواء من نور أبيض لواء من نور أبيض وعندما نقول نور الله نور السماوات والأرض من نور أبيض فيناد فينادي مناد هناك في ذاك اليوم العظيم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع وتضع كل ذات حمل حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد في الأيام الماضية في أيام الزلزال تجد أصوات الصرخات كلها تستغيث بالله سبحانه وتعالى فكيف في ذاك اليوم العظيم فينادي مناد ليقم سيد المؤمنين ومعه الذين آمنوا بعد بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال سيد المؤمنين لم يقل سيد المسلمين لأن المقصود هنا بسيد المؤمنين الإيمان بالمعنى الأخاص كلمة الإيمان لها معنى عام ولها معنى خاص بالمعنى الأعام كل من يؤمن يعتقد بشيء يقال عنه مؤمن من يعتقد بالديانات السماوي يقال عنه مؤمن بالله من يعتقد بالإسلام يقال عنه مؤمن بالإسلام هذه بمعناها الأعام ضمن مراتب ولكن الإيمان بمعناها الأخاص الذي تشير إليه الآية الكريمة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهي مختصة بإيمان خاص لمن يؤمن بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام لذا أطلقت عليه في هذه التسمية يقال له ليقم سيد المؤمنين ومعه الذين آمنوا بعد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتقييد دائرة الإيمان بالمسلمين الذين آمنوا مع علينا عليه السلام وهو الإيمان بالمعنى الأخاص فيقوم علي عليه السلام علي بن أبي طالب فيعطى اللواء من النور الأبيض بيده ومين تحت اللواء؟ من يكون تحت اللواء؟ تحته جميع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يعني الصفو من هؤلاء لا يخالطهم غيرهم هؤلاء هنا نجد أن البعض يقول يعني هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يعني كل أولئك الذين يوصفوا بأنهم من المهاجرين والأنصار من السابقين لهم هذه المكانة وهذا أول الكلام أول الكلام هذا أليس هناك أناس قتل بعضهم بعضا وسب بعضهم بعضا وسفك بعضهم دم بعضا وتبرأ بعضهم من بعض هل يمكن أن يكونوا جميعا بمكان واحد؟ هل يمكن للذين حاربوا عليا وتبرأوا من علي وتمردوا على علي وجعلوه في غير موقعه أن يكونوا معه في ذاك الموقع؟ في ذاك الموقف؟ بالطبع لا لا يخالطهم غيرهم إذن هناك صفوة من هؤلاء يكونون تحت اللواء حتى يجلس على منبر من نور اللواء من نور ويجلس على منبر من نور رب العزة الله نور السماوات والأرض منبر يخصص لذاك المكان وفي ذاك اليوم الذي يمتاز فيه الأخيار عن الأشرار ويعرض الجميع عليه رجلا رجلا فيعطى أجره ونوره كل واحد من هؤلاء كل إنسان يعطى مكانته فإذا أتى على آخرهم أليس هو قسيم الجنة والنار؟ قيل لهم قد عرفتم منازلكم في الجنة كل واحد إلو بطاقة إلو مكان إلو رقم سميها ما شيء إن ربكم تعالى يقول لكم عندي مغفرة وأجر عظيم أين؟ يعني الجنة فيقوم علي عليه السلام والقوم تحت لوائه هؤلاء الذين اختارهم حتى يدخلهم الجنة ثم يرجع إلى منبره ولا يزال يعرض عليه جميع المؤمنين أليس هو قسيم الجنة والنار؟ فيأخذ بنصيبه منهم إلى الجنة ويترك أقواما منهم إلى النار الذي ينجو في ذاك اليوم يكون معالين يكون من أهل الجنة هنا نفهم معنى كيف يكون قسيم الجنة والنار أليس حبه إيمان وبغضه نفاق كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يدخل الله المنافقين النار؟ بالطبع لا كيف يعرف المؤمنين؟ يعرفون بالسيماهم سبقوا تحدثنا عن الله فتصبح يصبح الميزان واضحا في ذاك اليوم العظيم وذلك قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم ونورهم يعني السابقين الأولين وأهل الولاية وقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يعني كذبوا بالولاية بحق علي عليه السلام وحق علي عليه السلام الواجب على العالمين من الأولين والآخرين أولئك الذين انحرفوا عنه أولئك أصحاب الجحيم وهم الذين قاسم علي عليهم السلام عليهم قاسم علي عليهم النار عندما قلنا قسيم الجنة والنار فاستحقوا الجحيم أخذ المؤمنين وانحرف أولئك إلى النار هذا ما يرتبط بالآية بصورة الفتح التي تحدثنا عنها وبهذا الحديث نكون قد أنهينا كلامنا عن صورة الفتح طبعا في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتناول ما ورد بحق علي عليه السلام في صورة الحجورات والوقت المتبقي معنا سنذهب وإياكم للإجابة على بعض الأسئلة التي وردت إلى البرنامج ونلتقيكم بعد قليل ورد السؤال إلى البرنامج على رقم الواتس أب الذي يظهر أسفل الشاشة السؤال من أبو أحمد من الكويت يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قل حصل منذ أيام زلزال مدمر سقط فيه عدد كبير من الضحايا في تركيا وسوريا وكثر الكلام بين الناس عن أسباب الزلازل هل هي مجرد أسباب طبيعية تكوينية أم أنها ذات دلالة غيبية كأن تكون عقابا للناس واش بذلك فما الصحيح في ذلك أخي أبو أحمد أولا يعني هذا الموضوع ما نتحدث عنه من ثلاث جوانب الجانب الأول أولا لابد من ملاحظة الجانب الإنساني فيما حصل لا شك ولا ريب أن هذا الحدث مؤلم لكل من يشعر لديه شعور إنساني عندما نشاهد البيوت سقطت على ساكنيها من أطفال من نساء من كبار من صغار في سوريا وفي تركيا والآلاف لحد الآن عدد الضحايا بالآلاف لم تصل أرقام حقيقية أو لعدد الضحايا والذي يستوجب من قبل أن نقول من البعد الديني والأخالي من حس الإنساني يستوجب شعوراً إنسانياً واسعاً وشاملاً لتقديم يد العوني والمساعدة أمام مثل هذه الكوارث التي تحصل عند كل من يستطيع وبالقدر الذي يستطيع وبالمجال الذي يستطيعه إذ ربما يمكن من خلال هذه المساعدات أن يتم إنقاذ كثير من الأرواح الأرواح البريئة التي ذهبت في هذا الحادث المؤلم هذا الجانب الإنساني لابد من أن نلحظه أولاً قبل الحديث عما ورد بسؤالك يا أخي أبو أحمد عن الأسباب والمسببات والنتائج لأن هذا هذه نتيجة ما نلاحظه اليوم منذ أيام منذ يوم الاثنين ولحد الآن هي نتيجة لأمر ما حصل فيستوجب هذا الشعور الإنساني من جميع الناس بغض النظر عن جوانب الفكرية والعقائدية والسياسية وغير ذلك هذا حس إنساني لابد أن يشعر به كل إنسان في كل مكان في العالم وعندما نشاهد كما في بعض الدول نوعاً من تشفي كما نجد في بعض وسائل الإعلام فهذا يدل على انحدار في المستوى الإنساني عند مثل هؤلاء هذا الجانب الأول الجانب الثاني الذي نود أن نتحدث عنه يتعلق بأمر تكويني في الكرة الأرضية في الأرض يعني الآن عندما بسؤالك يدل على نقاش يحصل بين الناس أنه هذا هل هو أمر تكويني أو هو شيء ما لا شك لا شك ولا ريب أن هناك فيما يرتبط بالزلازل أمور تكوينية تتعلق بطبيعة الأرض وتركيبتها هذا الجانب التكويني بطبيعة الأرض وتركيبتها وعلاقته بالكواكب له علقة معينة بموضوع الزلازل خاصة عندما ندرك أن هذه المنظومة تسير ضمن نظام بقيق الشمس والقمر والكواكب والأرض وإلى آخرين ولها علاقة بما يعبر عنه بما نعرفه بجانب الحرارة والبرود حرارة والبرود لها علاقة في هذا الجوانب الطبقة الأرضية عندما نعبر عنها الطبقة اليابسة في جانب برود له علاقة بالماء والهواء بحيث تتأثر هذه الأمور بضمن هذه الأمور التكوينية هناك في مسألة من الناحية العلمية هذه الأرض اللي ظاهرها البرودة وبهذه الأيام نجد تلوج وبرد وأمطار في كثير من الأمكانين هذه الأرض اللي فيها قشرة يابسة طبقة يابسة في باطنها تختزن حرارة هذه لبراكين كما تقول الدراسات العلمية يعني مثلا الآن كثيرون منكم يسافروا بالطائرة عندما يسافر أحدنا في الطائرة الآن تجد مثلا معدل حرارة الطقس على سطح الأرض صفر أو ثلاث أو خمس أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين بمعدل طبيعي وفي الصيف في أشد المواسم حرارة خمسين وتزيد عن الخمسين بقليل هذه معدل كل الكرة الأرضية معدل درجة الحرارة وأحيانا تكون تحت الصفر في بعض درجة عندما نسعد في الطائرة تكون الطائرة عادة على ارتفاع ثلاثة وثلاثين ألف قدم يعني ما يقارب عشرة كيلو متر ماذا نجد على الشاشة التي تعرضها بعض شركات الطائرات نقول درجة الحرارة في هذا المكان المرتفع اللي هو بحدود عشرة كيلو متر هي خمسين إلى ستين خمسة وخمسين تحت الصفر يعني بحدود خمسين ستين تحت الصفر درجة حرارة الطقس على ارتفاع عشرة كيلو متر من الغلاف الأرض طيب إذا نزلنا في العمق إذا نزلنا في العمق عشرة كيلو متر بباطن الأرض ماذا نجد لو نزلنا هذا المقدار عشرة كيلو متر بباطن الأرض كم تكون الحرارة هناك تكون الحرارة لا تقل عن ميتين وسبعين درجة يعني حرارة مرتفعة لأنهم يعتبروا كل مئة مئة تنزل فيها بعمق الأرض هناك فارغ درجتين فاصلي سرع طيب إذا نزلت أنت في أعماق الأرض إلى مركز الأرض الآن العلماء يقدروا أنه درجة الحرارة في باطن الأرض لأن الأرض قدما نتحدث عنها تلك الشكل الكروي أو البيضاوي في وسطها درجة الحرارة في وسطها كان تكون هائلة تعادل حرارة سطح الشمس يعني يذكروا خمس تلاف أو ست تلاف أو سبعة تلاف درجة هذه الكرة الأرضية التي نعيش عليها ونجد الثلج والماء وغيرها على سطحها تختزن في داخلها هذه الحرارة الكبيرة هذه الحرارة الكبيرة والتي نجدها أحيانا تخرج في بعض البراكين التي تنفجر في بعض الأماكن في العالم نيران تخرج من باطن الأرض هنا نتحدث عن جانب يتعلق بحصول نسمع في الإعلام وفي الأخبار أنه في حركة في باطن الأرض أدت إلى هذا الزلزال المدمر عندما يكون هناك رطوبة وماء في باطن الأرض تنزل إلى أمكن فيها حرارة فيصبح هناك تبخر هذا البخار في باطن الأرض يريد أن يتحرك يقول العلماء أنه في كل يوم هناك زلازل في باطن الأرض ولكن لا يشعر بها أحد لأنها مخدارها يسير واحد أو اثنين عندما تصل هذه الكميات المختزنة في باطن الأرض في أماكن محددة خاصة إلى مرحلة لا مجال لها إلا الخروج فتحصل تلك الهزات التي يمكن أن تصل إلى ما نعرفه من هزات مدمرة والآن يذكر أنه بالمقاييس العلمية أكثر شيء يحسب أنه إذا وصلت إلى 9.9 يعني دون العشر هذه أعلى ما يمكن ويقيس مقياس الدمار الذي يحصل في هذه الهزات بالدرجة مع الوقت يعني قد تكون الدرجة هي مدمرة ولكن الوقت طويل يكون الدمار أكثر قد تكون قوية ولكن المقدار أقل يكون الدمار أقل طيب هذه أمور تكوينية الأمور التكوينية هي أمور ترتبط في باطن الأرض هل هناك تأثير لهذا الإنسان في هذه الأمور التكوينية قد تجد مثلا بعض الدراسات تقول أن الإنسان الذي يسعى في هذه الحياة إلى الاستفادة من كمية المياه ويعمل السدود هذه السدود التي تتجمع في أماكن وتذهب قصم منها في باطن الأرض تكون عنصر مساعد على الزلزل سواء تم هذا الكلام أو ما تمش هذه واحدة من الأشياء التي تطرح ولكن الكلام فيما يتعلق بالجانب الثالث هذه الأمور التكوينية التي تحصل في هذه الحياة هل هي مرتبطة بأمر غيبي بقدرة غيبية أو لا هذه الأمور التكوينية هي التي تسير الكون هنا الكلام نعرف الآن كيف الأمطار بتحصل والرياح وتحمل السحب هذه من الناحية العلمية يأتينا البعد التالث اللي عم نتحدث عنه البعد العقائدي القرآن الكريم ماذا يقول يقول الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت يعني هذا السحاب الذي يحمل الأمطار أنت تراه من جانب تكويني نعم ولكن هناك محرك له هو الله تعالى ترى مثلا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج هذا بأمر تكويني ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ماذا تقول الآية إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالا إذن هنا نفهم أن هناك أمور تكوينية هذه الأمور التكوينية ليست منفصلة عن الأمر الغيبي الأمر الغيبي الذي يحرق الله تعالى ينظم فيه حياة الناس قد يكون لسلوكيات الناس أثر في أمور تحصل في حياتهم نأتي إلى ما يرد لدينا في الأحاديث لدينا أحاديث تتحدث عن هذه الزلازل تقول إذا كثر الزنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كثر الربا أو إذا فشر الربا بين الناس أصيب بالزلازل حديث عن الإمام الصادق عليه السلام إذا فشر الزنا بين الناس أصيب بالزلازل وسؤل الإمام عليه السلام ما العلة من هذه الزلازل قال يتذكر الناس ويرعوا ويرعوا من كثرة ذنوبهم وأخطائهم إذن هناك جانب عندما يحصل يرتبط بأمر غيبي هو أمر تكويني فيأخ أبو أحمد النقاش الذي يحصل بين هؤلاء الذي يقول هو أمر تكويني أو أمر المسألة ليست من باب الفصل التام ما يحصل هو أمر تكويني أمر تكويني يرتبط بالمعادلات التي أشرنا إليها ولكن هذا الأمر التكويني الذي يحركه والذي يمكن أن يؤثر به هو أمر غيبي الأمر التكويني يجعل الإنسان يحرق في النار ولكن قلنا يا نار كوني بردا وسلاما فلم يحترق إبراهيم عندما يبلع الحوت إنسانا ينتهي ولكن أن كان من المسبحين فأنقض الله يونسا إلى البر وهكذا عندما يلجأ ورد في الأحاديث أيضا أنه إذا أصيب الناس كثرة الزلازل فليصوموا يوم الأربعاء والخميس والجمعة وليتوبوا إلى الله وليستغفروا الله تعالى فيرفع عنهم ذلك إذن هناك أمور يقوم بها الإنسان هناك أمور يمارسها الإنسان يبتعد فيها فتكون هذه الأمور التكوينية مؤشرا له لأن العذاب الذي كان يعذب الله تعالى به الأمم السابقة عندما تنحرف كان بأمور تكوينية يرسل عليهم عاصفا يخسف بهم الأرض وغير ذلك من هذه الأمور فهناك أمور تكوينية ترتبط بحياة الإنسان ويكون للإنسان دور في التسبيب لها والإرادة الإلهية التي ترتبط بذلك هذا ما سمح به الوقت أعزائي حتى نلتقيكم في حلقة قادمة نستودعكم الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة